احتفل المخرج الشاب محمد بيومو بخطبته بفتاة من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ونشر نجل بيومو فؤاد صور من حفل الخطوبة لتجمع بعرسته لكن الفنان بيومو فؤاد تغيب عن حفل الخطوبة وتصدر اسم الفنان بيومو فؤاد محركات البحث في مصر بعد تسألات عديلة عن سر غيابة عن خطوبة نجله وإن كان هناك خلافات بين الأب والابن أو اعتراض من الأب على عرسته وقال الفنان بيومو فؤاد بحسب ما نشرت مواقع عالمية محلية أنه مشغل بالتصوير خارج البلاد وأنه متواجد في المملكة العربية الصعودية مؤكد بأنه بيعرض الآن مصرحياته الجديدة وهيعود إلى مصر يوم عشرين في الشهر الجاري وبعد انتشار هذا التصريح تفعل مع رواد مواقع تواصل اجتماع بشكل كوميدي حيث دائما ما يعرف بيومو فؤاد بكسرة الأعمال المشارك بيها لدرجة أنه ظهر بعدد من الأعمال الكوميدي وأنه منكسرت انشغاله بأعماله وكسرت الطلب الفن عليه أصبح بالفعل ليوجد لديه وقت في الواقع حتى لحضر خطوبة ابنه الخبر التاني احتفل الفنان محمد هنيدي بخطوبة ابنته فريدة في حفلة عائلة بسيط اكتصر على أهل العروسين وذلك بمنزل الفنان محمد هنيدي وظهرت فريدة مع خطبها في حلم الفرح والسعادة مرتدية في استنى الأبيض أنيق خطفت من خلال الأنظر إليها خطيب ابنة الفنان محمد هنيدي الاسم حازم فؤاد الدباح يعمل طبيب يجبر حازم خطبته فريدة 8 سنوات في العقد الثالث من عمره اتعرف على ابنة هنيدي من خلال أصدقاء مشتركين العقلتين لو عجبكم الفيديو واتنسوش اللايك والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر